موسيقى وحيكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة اينما كنتم واينما تواجدتم في هذا اللقاء الجديد من برنامج ملف اليوم ينعقد المجلس المركزي بدورته التاسعة والعشرين التي انطلقت في ظرف استثنائي صعب لمناقشة قضايا مصيرية ومركزية في جوهر قضيتنا الفلسطينية داخليا وخارجيا في مواجهة الاحتلال وصفقة القرن التي تحاول واشنطن وادواتها تمريرها لتصفية القضية الوطنية لكنها اصطدمت بعقبة كأداء الا وهي القيادة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس الذي اكد في كلمته امام المجلس المركزي استمرار محاربة صفقة القرن حتى تسقط وحتما سنسقطها اما داخليا فاعاد الرئيس التأكيد على عدم القبول الا بمصالحة كاملة في ظل حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد في هذا اللقاء نتحدث عن الاهمية السياسية لدورة المجلس المركزية وعن اليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني حول ذلك استضيف معي هنا في الستوديو الدكتور احمد مجدلاني عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير دكتور مساء الخير بساء النور اهلا وسهلا ربما النقطة الاولى والتي تشكل الاهمية الكبيرة في هذا المجلس وضع اليات لتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني كيف سيتم ذلك هل بشكل تدريجي هل مرة واحدة وما شكل هذه الاليات شوف انحنا عقدنا دورة ناجحة للمجلس الوطني الفلسطيني بكل المعايير ورغب الصعوبات والعقبات الكبيرة التي كانت تواجح من عقاد المجلس الوطني الفلسطيني وخرج ايضا المجلس بجملة من القرارات الهامة اللي نعتقد انها كانت على مستوى المسئولية العالي للقياد الفلسطينية وللمجلس الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجهها قضيتنا الفلسطينيين وبالتالي نحن لم نتخذ قرارات من اجل القرارات وانما احنا اتخذنا قرارات من اجل ان تتحول هذه القرارات الى خطوات عملية ملموسة يلمس المواطن الفلسطيني اننا فعلا نريد ان ننتقل بقراراتنا الى حيز الواقع الملموس وان يشعر المواطن الفلسطيني ايضا ان هناك تغييرا ينجم عن هذه القرارات واننا لا نعقد مجلسا وطنيا من اجل عقد المجلس ولا نعقد مجلسا مركزيا اليوم من اجل ان نعقد المجلس المركزي بدون شك بعد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة وايضا انتخاب جزءا متمما من اعضاء المجلس المركزي للمنظمة تبقى النظام الاساسي لمنظمة تحرير الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية شكلت لجنة لمتابعة تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وهذه اللجنة ايضا مبسق عنها مجموعة من اللجان الفرعية اللي وضع آليات عملية ملموسة لتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني طبيعة هذه الآليات العملية الملموسة الآن يعني اولا وشكلنا اللجنة الاولى كانت لجنة عنيت بالتطبيق في المجال السياسي والدبلوماسي والقانوني يعني في المسارات الثلاثة المتشابكة وفعلا شرع في التطبيق مباشرة احنا بعد المجلس الوطني الفلسطيني توجهنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة واخذنا قرارا تحت متحدون من أجل السلام للحماية الدولية للشعب الفلسطيني وكلف السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير خلال ستين يوم للجمعية العامة للأمم المتحدة بالآليات التي سوف يطبق فيها الحماية الدولية ذهبنا إلى مجلس حقوق الإنسان واخذنا أيضا قرارا في مجلس حقوق الإنسان فيما يتصل بالانتهاكات الإسرائيلية والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وشكلت لجنة دولية للتحقيق في جرائم الإسرائيلية أيضا تقدمنا أوراق الإحالة لمحكمة الجنايات الدولية ودكتور رياض المالكي وزير الخارجي زهر وإلى لهاي والتقى مع السيدة بن سودة وبدأ عملية تحريك القضايا بالملفات التي كانت تدرسها المحكمة الجنائية الدولية وأيضا وضعنا مجموعة من الخطوات السياسية القادمة في إطار التحرك في المسارات المختلفة بالمسار الدبلوماسي سواء في الأمم المتحدة أو في المنظمات الدولية الأخرى في المسارات أيضا السياسية المختلفة كما هو معروف نحن لم نكتفي أيضا بهذا المسار نحن كان فيه عندنا اجتماع لمجلس لمنظمة التعاون الإسلامي للجامعة العربية الخمة العربية بصراحة كان فيه هناك ورشة عمل كبيرة قامت بها القيادة السياسية الفلسطينية والفريق الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس الذي أدا هاي الحملة السياسية والدبلوماسية بكل حقيقة حكمية وكفاءة واقتدار وحنكة سياسية أيضا كبيرة الآن التقرير سأتحدث معك دكتور بعد قرية عن موضوع العلاقة الأمنية والعلاقة الاقتصادية هذا في غاية الأهمية جايين لأله بس أنا أبدأ أشير لمسألة أيضا التقرير اللي سيعرض غدا أمام المجلس المركزي الفلسطيني يعني هو تقرير لمجموعات العمل التي اشتغلت مجموعة في الإطار السياسي والدبلوماسي مجموعة في إطار تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي في موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية أيضا هناك تقرير في موضوع المقاومة الشعبية أيضا هناك تقرير وفي هذه التقرير بكرة سوف تعرضها مجموعة في تقرير واحد قدمتها اليوم في تقرير موحد قدم من الأمان السر إلى أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني لكن أنا أبدأ أشير لمسألة هنا في غاية الأهمية هذا العمل تطلب 35 اجتماع للجان للجنة مع عدى اللجان الفرعية التي عملت لأكثر من اللجان وهناك لجنة الآن ما زالت تعمل وتعد تقريرها وهي لجنة فيما يتعلق في تحديد العلاقة وما بين المنظمة والسلطة وتصويب العلاقة فيما بينهم للمرحلة القادمة لذلك اللي بدأ أشير إليه أنه كل القوى كانت مشاركة في التحضير لهذا التقرير وفي المشاركة جميع القوى والقصار هذا في غاية الأهمية هذا أولاً اثنين احنا صرفنا عشرات الساعات من الاجتماعات والعمل المهم وإذا أنت بتقول 35 اجتماع للجنة الأساسية هذا عن الاجتماعات الأخرى اللي يعني صرفناها فأنت عم تقول جهد مكسف وكبير يعني أنتج الحقيقة تقرير يتسم أولاً بالواقعية السياسية الشديدة وبالعملية تقرير عملي ملموس واقعي قابل للقياس وقابل للتطبيق وقابل للمراجعة فيها وبالتالي احنا بتعدنا في هذه التقارير التي ستقدم غداً أمام المجلس المركزي عن لغة الخطاب السياسية يلي اعتدنا على سماعها دائماً إحنا مش بحاجة للغة الخطاب سياسي دكتور ربما أداة القياس لتقييم هذه التوصيات يعني من خلال التطبيق فقط في من خلال التطبيق وترجمت إلى واقع ومن خلال الترجمة إلى الواقع والأهم من كل ذلك أنك عند كل مقترح محدد أنت مقدم أو أنت عارف بالضبط شو هذا القرار كيف بده يتنفذ وانعكاسات هذا القرار وانعكاسات وهذا داخلياً كيف بدك تتعامل معه في حار ردود الفعل وكيف بدك يعني بمعنى آخر كل قرار مدروس بدقة مش عملية أنه والله إحنا عم نحكي خطاب عاطفي للجماهير ونوجه رأي عم نوجه الرأي العام يعني كل شيء مدروس كل شيء مدروس وبالتالي إحنا عم نحكي عن سلسلة من الخطوات قمنا فيها وسلسلة من الخطوات سوف نقوم فيها وسيكون في زروتها خطاب السيد الرئيس الذي سيلقيه في الأمم المتحدة الشهر القادم سنغس في تفاصيل هذه الخطوات التي ستتخذونها وهذه الخطوات التي يعني أقرت في المجلس الوطني وكيفية متابعتها وتحويلها إلى واقع وتنفيذها ولكن نتطرق إلى كلمة سيد الرئيس الافتتاحية أو في افتتاح دورة المجلس المركزي تضمنت عديد النقاط منها ما يتعلق بصفقة القرن واستمرار الجهود الفلسطينية في محاربتها وصولا لإسقاطها نتابع سيد الرئيس نشتمع اليوم في هذا المجلس المركزي الجديد وذلك بهدف تقويم الأوضاع التي يمر بها شعبنا وقضيتنا ووضع الآليات لتنفيذ قرارات المجلس الوطني وبخاصة لمواجهة ما يسمى بصفعة العصر التي يقول البعض إننا مع صفقة العصر نقول لهم خسئتم نحن أول من وقف ضد صفقة العصر وأول من حاربها وبعدنا الكثيرون لحقوا بنا نحن أول من تبه إلى صفقة العصر وأول من حاربها وسنستمر في حربها إلى أن تسقط فليخسروا سنستمر في محاربتها حتى تسقط هذه الكلمة الواضحة وكان الموقف الفلسطيني لافت منذ اللحظة الأولى برفض استقبال نائب الرئيس رفض استقبال كوشنير لا لنقل السفارة لن تكون الولايات المتحدة الأمريكية راعية وحيدة للعملية السياسية في ظل كل ما يدور حول صفقة القرن البعض يتحدث عن تعديل هنا تعديل هناك ظل في صفقة دكتور شوف أنا بعتقد أولا أنه صفقة القرن أو ما سمي بصفقة القرن في واقع الأمر الموقف الصلب للرئيس محمود عباس وللقيادة الفلسطينية في مواجهة الأفكار الأمريكية التي لم تتبلور بصيغة واضحة ولا بمبادرة سياسية محددة ولم تقدم بشكل رسمي لا إلا ولا غيرها هذا الموقف قد أحبط هذا المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية قبل أن يطلق وقبل أن يقدم لأن هذا الموقف الذي نستطيع أن نقول عنه ليس موقفا صلبا فقط وأنه موقفا الوحيد الذي تحدى الإدارة الأمريكية في المنطقة نحن منذ اللحظة الأولى الرئيس قال إذا أزيحت القدس عن الطاولة أيضا ولايات المتحدة الأمريكية برد طاوحة الطاولة هو أول من قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مؤهلة لأن تكون راعيا وحيدا للعملية السياسية مع إسرائيل والتالي الصفقة من هون الولايات المتحدة الأمريكية أمام الموقف الفلسطيني لم يعد بإمكانها أن تجد شريكا لا إقليميا ولا عربيا ولا إسلاميا لأن تمرر هذه الصفقة من خلاله أو عبره من وراء ظهر القيادة الفلسطينية المأزق الذي واجهته الأفكار الأمريكية الأفكار الأمريكية بالواقع الأمر الآن تحول إلى آليات عملية ملموسة تحول إلى آليات عملية ملموسة والولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة كوتشنير جريني بلات إلى العديد من البلدان العربية والذين استمعوا بلغة سياسية واضحة من الأشقاء في مصر من الملكة العربية السعودية من الأردن أنه لا يمكنهم قبول شيء لا يقبله الفلسطينيين وأنهم ملتزمون هذا موقف عربي يثمن هذا موقف عربي يثمن أنهم ملتزمون بقرارات القبرة العربية وبحل الدولتين والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع في نحسيران وعاصمتها القدس الشرقية هذا الموقف دعا الولايات المتحدة إلى تغيير التكتيك بالتعامل مع ترويج ما يسمى بصفقة القرارة الآن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن السلام لكن دون عملية سلام والهدف من ذلك هو استمرار الاحتكار الأمريكي للعملية السياسية أولا وثانيا وثانيا قطع الطريق على أي مبادرة دولية للدعوة لمؤتمر دولي للسلام استجابة لمبادرة السيد الرئيسة التي طرحها في مجلس الأمن في شباط الماضي في مجلس الأمن والأمر الثالث تحميل الفلسطينيين مسئولية أنهم لا يريدون العودة إلى المفاوضات وأنهم يجب أن يعقون عملية السلام لكن الأهم الأمر الرابع والأخير وهو توفير البيئة والمناخ الملائم لحكومة نتنياهو لتطبيق أهم بنوع صفقة العصر وهي إزاحة قضايا الوضع النهائي عن الطالب القدس واللاجئين عندما تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية بإزاحة القدس عندما تبدأ بوقف المساعدات على الأنروا لتجفيف مواردها المالية بغية أو اعتقادا منها أنها بذلك تستطيع أن تقود الأنروا تقلس خدماتها وبالتالي تنهي هذه الخدمات واعتقادا بأنها بذلك ينهي حق العودة وبالتالي لتحويل الأنروا أو ضمها لـ UNHCR هذا تجلى واضحة من خلال الرسائل التي سربت عن مش بس مش بس الرسائل واللي حديثه بالخطاب وموضوع التوطين كمعا لكن في شيء أخطر عم يعملوه في موضوع اللاجئين هم حاولوا مع بعض البلدان العربية المضيفة يقولوا لهم تعالوا اللاجئين على الأراضي الفلسطينية هن مواطنين وبالتالي لا يكتسبوا صفة اللاجئ أيضا إحنا مصرين على التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين على أراضي دولة فلسطينيين باعتبارنا دولة مضيفة رغم أنهم مواطنين فلسطينيين حتى لا يسقط حقهم بالعودة لأنه إحنا لو قبلنا هذا الأمر نسهل على الآخرين القبول به القبول به بصرف النظر عن الاحتياجات أو مع تقدمه الحكومة للمخيمات الفلسطينية هذا واجب لكن بالأساس لازم أن نتمسك بحق العودة انطلاقا من أنه إحنا دولة مضيفة مثلنا مثل أي دول دول العمليات الخمس المضيفة في اللاجئين الموضوع الرئيسي الآن هو ليس فقط في توصيف صفقة العصر الموضوع الرئيسي الآن أمامنا قيادة فلسطينية هي كيف نواجه كيف نواجه تطبيقات العملية والملموسة للصفقة صفقة التصفية للقضية الفلسطينية في عنوانين بدأوا فيهم القدس واللاجئين عنوان تالت أيضا بدأوا فيه تقرير السنوية اللي بيصدر عن خارجية الأمريكية في شهر أربع لأول مرة من 51 عام لا يعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 هي أراضي محتلة ولا أراضي متنازع عليها بيعتبرها ضمن أراضي إسرائيل بيعتبرها ضمن أراضي إسرائيل خاصة الضفة الغربية والقدس تمهيدا للضم تمهيدا للضم عندما لا يعتبرها أراضي محتلة فعمليا هو حل ثلاث مسائل في آن معا حل مشكلة الاستيطان حل مشكلة الحدود وحل مشكلة الأمن في آن معا طيب دكتور تعددت بشكل واضح أن الأهمية تكمن ليس في توصيط صفقة القرن وإنما في الحديث عن سبول مواجهة تطبيقها على الأرض الواقع من هنا أنطلق لما يدور في ذهن المواطن الفلسطيني وما يدور في ذهن النخب الفلسطينية وما تحدثوا عنه بصراحة من خلال وسائل الإعلام من خلال شبكات التواصل ثم هناك بعض من التخوفات أن القرارات التي صدرت من المجلس الوطني الفلسطيني أن لا تذهب باتجاه التنفيذ ودعنا نتحدث بكل صراحة والكل يقيس هذا الأمور من زاوية العلاقة الأمنية مع إسرائيل والعلاقة الاقتصادية مع إسرائيل كيف تجيب على هذه التساؤلات العلاقة الأمنية مع إسرائيل إلى أين ستذهب هل سيتم التطبيق بشكل مباشر أم بشكل تدريجي إلى جانب العلاقة الاقتصادية وما يتعلق باتفاق باريس يعني هناك تقرير الحقيقة وعد بمهنية عالية جدا وبواقعية أيضا حاول فك الارتباط التدريجي أو الانسحاب من اتفاقيات المرحلة الانتقالية مع الاحتلال الإسرائيلي لأن إسرائيل تنصلت من الاتفاقيات ومن الالتزاماتها بالاتفاقيات المرحلة الانتقالية نعم وإحنا لما نتحدث عن اتفاق المرحلة الانتقالية حقيقة نتحدث عن ثلاثة اتفاقية الاتفاق الأول فيما يتصل بنقل الصلاحيات المدنية نعم الاتفاق الثاني فيما يتصل بالترتيبات الأمنية المشتركة بما فيها التنسيق الأمني بالمناسبة التنسيق الأمني جزء من الترتيبات الأمنية المشتركة هذا مهم هذا لأنه في البعض الحقيقة يعني يعني مش مدرك فلسفته لموضوع التنسيق المختلف عن سياقة الصحية مختزلها بس في زاوية معينة وأيضاً اتفاق باريس الاقتصادي إحنا المفترض هذا الاتفاق صمم أنه خلال خمس سنوات يكون منتي هذا الاتفاق بالتسعة وتسعين بأربعة خمسة عام تسعة وتسعين يكون منتي ونحن رحنا للدولة أو للحل النهائي وضمن هذا الاتفاق كان واضح كان متفقاً أنه من بدء السنة الثالثة بالاتفاق نبدأ بمفاوضات الوضع النهائي طبعاً هذا الأمر الحقيقة لم يتم بفعل تنصل الحكومات الإسرائيلية المختلفة وأيضاً ربما الضربة الأقصى للاتفاق هي اغتيار رابين من قبل اليمين القومي والديني المتطرف في إسرائيل وبعد ذلك حكومات حزب العمل من بيريس لباراك الحقيقة هود باراك كانت تحاول التنصل من الاتفاق إلى أن ذهبنا إلى كام ديفيد ومعروف شو النتيجة اللي كانت في كام ديفيد عام 2000 ما أريد أن أقوله الآن الاتفاق استمر بحكم الأمر الواقع ليس بحكم التجديد ولا بحكم اتفاق ثنائي لتجديده اتفاق المرحلة الانتقالية وبالتالي إحنا من عام 2015 والرئيس في كلمته أمام الأمم المتحدة في ذلك الوقت قال بوضوح لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم في الاتفاقيات في حين أن إسرائيل قد تنكرت لكل الاتفاقيات الملقعة ومنذ ذلك الوقت للآن كان في عملية الحقيقة تجازب قول كيف يعني بدنا نأسس لانتقال لمرحلة انتقالية نخرج فيها من الاتفاقات الملقعة إحنا الآن بكر راح يتقدم ورقة واضحة في ثلاث مسائل نعم المسألة الأولى وأنا قلت العنوان هو الانتقال التدريجي الانسحاب التدريجي من اتفاقيات الانتقالية وانتفاق الانتقال لأنه إحنا قدام وضع نشأ والاتفاقيات الانتقالية شكلنا سلطة هذه السلطة إلها طبيعة انتقالية هدف هذه السلطة التي شكلناها هو نقل الشعب الفلسطيني إلى الدولة من الاحتلال إلى الحرية والاستقلال لم يتم ذلك لكن ماذا إحنا طلع بإيدنا طلع بإيدنا الآن إحنا بنينا سلطة بمؤسسات قد تكون مؤسسات دولة الآن كيف نغير من طبيعة ووظيفة ومضمون هذه السلطة ذات الطابعة الانتقالي إلى أن تتحول إلى دولة واقعيا على الأرض كيف؟ هذا هو السؤال الأهم وهذا هو عنوان المجلس المركزي كيف؟ الفلسطيني أنت عندك اتفاقيات هذه الاتفاقيات الجانب الآخر من الاتفاقيات كالتنكر لها وهو لا يريد التوصل معك إلى اتفاق للوضع النهائي أن يريد أن يفرض عليك أمراً سياسة خلينا نسميها سياسة الحل الأحادي الجانب الجانب تقبله ما بتقبله حر أنت هو رح يفرض حله وإحنا بنا نمشي في سياسة الحل الأحادي لا بالتأكيد هو بالنسبة له هيك أنت بالمقابل بدك تاخد سياسة كمان أحادي في مواجهة سياسة هذا ما قصدته أنا أنت بدك تاخد سياسة والآن هذا المجلس المركزي مدعو لاتخاذ أو بقرة لإقرار هذه السياسة التي ستعرض عليه لأن الاحتلال الإسرائيلي ما أخذ سياسته هذه دفعة واحدة أخذها أيضاً بالتدريج بالتدريج لذلك إحنا في مجال بكرة الصلاحيات المدنية محدد مجموعة من الإجراءات كيف بدنا أخذ مجموعة من الصلاحيات المدنية فيما يتعلق في موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة بما في ذلك التنسيق الأمني أيضاً في إجراءات محددة مقترحة كيف بدنا أخذها أيضاً في مجال العلاقة مع الجانب الإسرائيلي العلاقة الاقتصادية والمالية مع الجانب الإسرائيلي أيضا في مجموعة من الإجراءات والمقترحات المحددة يلي راح نقدمها كيف طبيعتها هي الاقتراحات دكتور فيما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية والمالية شوف الأهم فيها هو موضوع التبادل التجاري الأهم فيها موضوع التبادل التجاري والأهم فيها أيضا هو كيفية تحويل التجارة البينية بيننا وبين إسرائيل من إسرائيل إلى العالم العربي والعالم الخارجي أيضا اتخاذ استراتيجية جديدة سياسة تشجيع الصناعات الوطنية مقابل وموضوع الجباية أيضا موضوع الضرائب والمقاصة بما في ذلك السياسة المالية إحنا باتفاق باريس الاقتصادي كان الشيكل ضمن سلسلة عملات وليس العملة الوحيدة الآن هو الشيكل هو العملة الأكثر موجودة إحنا في توجه أنه نذهب إلى دولة التعامل أو العملات العملة أو التبادل في الدولار وليس الشيكل إحنا الاحتلال الإسرائيلي أو البنوك الإسرائيلي وليس الشيكل علماً أنه هن المقاصة بيدفعونا إياها بالشيكل وإحنا بنشتري منهم بالشيكل وبيبيعونا بالشيكل وبالتالي هذا خلق فائد من الشيكل عنا وبيدفعوا لعمالنا بالشيكل فعملياً خلق فائد لعنا فائد بالشيكل من العملات من العملة الإسرائيلية وهم يقبل يرفضوا استقبالها أو تبديلها ولذلك هذه واحدة من القضايا اللي خلقت أعباء على الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك بما في ذلك شايف كيف في ضريبة أسمى على استخدام العملة ضريبة على استخدام العملة هاي الضريبة كمان وهم ما بيدفعوا لناها يعني إحنا بروح علينا بالسنة إذا بدي أقول أنا لدي الآن 3 مليار في عندي بروح علي بالسنة حوالي 300 مليون هذه على استخدام الضريبة بما في ذلك بما في ذلك أكثر من هي بما في ذلك إنه في عندك أنت عملات تالفة ما بيودلوها عملات تالفة ما بودلوها لذلك إحنا بكرة بدي أقول شغلة إنه إحنا مقدمين تقرير هذا التقرير تنفيذه بدأ يكون من جانبه أولا من جانب الحكومة وإحنا بخلاصة هذا التقرير الاقتصابي خلينا نقول لفك العلاقة مقترحين إنه تتشكل لجنة مشتركة بين الحكومة واللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق لمتابعة تطبيق الخطوات العملية التنفيذية لفك الارتباط وفك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي إحنا مش دانعمل بس نقول تقرير وإنه شخصنا وبدأ نعمل هيه الزهاب إلى التنفيذ مباشرة الزهاب إلى التنفيذ وهون في مسؤوليات محددة وزارة الاقتصاد شو بدأ تعمل وزارة الزراعة شو بدأ تعمل وزارة المالية شو بدأ تعمل سلطة النقد شو المطلوب تعمل البنوك الوطنية الفلسطينية شو المطلوب تعمل هذا كلها محدد في التقرير الذي سيقدم طيب دكتور بالعودة إلى موضوع المجلس المركزي والتحديات وهذا جزء من الموضوع الأساس الديمقراطية تغيبت وقاطعت وأكدت أنها عضو أصيل في منظمة التحرير الفلسطينية ولكنها قاطعت احتجاجاً على ما أسمته وعدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني كيف تنظرون إلى مقاطعة الديمقراطية شوف أنا أولاً يعني حريص كل الحرص وحريصين كل الحرص إحنا في منظمة التحرير الفلسطينية وأنا شخصياً وما أمثل والرئيس قبلنا أيضاً حريصين على مشاركة والشراكة السياسية مع الكل الوطني خاصة في هذه الظروف اللي عم نحكي عن دقتها وصعوبتها نعم نحن نظام سياسي تعددي نحن مش نظام سياسي حزب واحد نعم نحن نظام سياسي تعددي والمنظمة نظام التحرير الفلسطينية هي منظمة أقرب لجبهة وطنية عريضة وفيها هذا التمثيل والطيف السياسي مع المنقل للقوى السياسية أهم شيئاً إحنا تعلمناه هو ثقافة الخلاف وندير خلافاتنا في إطار مؤسساتنا وليس خارج مؤسسات نعم أنا أعتقد أنه ليس من الحكم على الإطلاق نعم إدارة خلافاتنا بالعلن وبالبيانات السياسية نعم أولاً هذا الموضوع لا يساعد على الإطلاق في إدارة أي وجهة نظر سياسية ولا أي تباين سياسي التباين السياسي مقبول ومطلوب وهي واحدة من العناصر الأساسية لمكونات النظام السياسي الفلسطيني نعم لكن لا ينبغي إدارة هذا الخلاف من خلال البيانات لا من خلال البيانات ولا من خلال التشكيق في البيت يعني ولا التشكيق بصراحة يعني نعم يعني جوه البيت الفلسطيني نعم سياسة المقاطعة سياسة أيضاً أثبتت التجربة الطويلة أنه سياسة غير مجدي والمقاطعة لا يمكن أن تكون حلاً ولا يمكن أن تكون طريقاً لتصويب الأوضاع إذا كان فيه هناك أوضاع بدها تصويب ولا تكون حلاً للمعالجة الخلافات أو القضايا المثارة بالخلاف أنت عندك رأي بأن القرارات ما نفزت طيب تفضل تعالي وقول هاي القرارات ما تنفز طيب ما أنت كنا إحنا وياك باللجنة اللي صاغت التقرير واللي قالت شو اللي تنفز وشو اللي ما تنفز وشو اللي بدنا ننفزه ولذلك أنا أعتقد وهذا الكلام موجه لرفاقي وأصدقائي في الجبهة الديمقراطية مع كل الاحترام لرأيهم أن يقولوا رأيهم وهذا حقهم أن يقولوا رأيهم حقهم الديمقراطي وهو مصؤون لكن الأهم من كل ذلك سياسة المقاطعة هي سياسة غير مجدية غير مجدية وغير مقبولة في هذا الظرف بالتحديد وإحنا بصراحة يعني لن نتوقف عند هذه النقطة إحنا سندعو بعد انتهاء أعمال المجلس المركزي لحوار معمق في إطار منظمة التحرير الفلسطينية مشان ما حدا يشوفهم مني أنه نعمل حوار شيئاً على شكلة الحوارات التي جرت نعم إحنا شركاء منظمة التحرير الفلسطينية ومكوناتها الأساسية سندعو لحواراً معمقاً وشاملاً بعد اجتماع المجلس المركزي لمعالجة كافة القضايا يلي نشأت خلال الفترة الماضية ونشوف وين غلطانين وين مشينا صح وين بدأ نصوب لأنه بصراحة يعني وقف التقييم والإستخلاص بصراحة لأنه بدنا شراكة سياسية طيب تفضل نعم تفضل الشراكة السياسية بتتطلب الحوار وليس أنها تتطلب إدارة الظهر للحوار طيب ربما يأتي إنعقاد جلسة المجلس المركزي هو حتماً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تحدثنا عنها ولكن ربما ما زاد من حجم التحديات موضوع قانون العنصرية الإسرائيلي قانون القومي هذا القانون العنصري القمي الذي أكد الرئيس أبو مازن على أن الفلسطينيين سيكونوا يداً واحدة في مواجهته سنتحدث عن آلية مواجهة هذا القانون الذي ربط كثيرون ما بين إقراره من الكنيسة الإسرائيلية وصفقة أو صفعة القرن التي يريدون من خلالها تصفية القضية الفلسطينية رئيس أبو مازن تحدث عن قانون العنصرية الإسرائيلي قانون القومية نتابع ما تفضل به السيد الرئيس خلال افتتاح المجلس المركزي بعد ذلك نعود سيتم بحث سبل مواجهة قانون القومية العنصري الذي بدأت المواجهات في الداخل عرباً ويهوداً ولا ننكر هذا هناك عدد ضخم من اليهود شعر بخطورة هذا الموقف فوقفوا ضده ثم وقف كل الأطراف وكل الفئات من كل شرائح المجتمع في الداخل ضد هذا القانون لذلك يجب أن تستمر هذه الوقفات حتى يسقط هذا القانون السبل والآليات لإسقاط هذا القانون أول شيء بدي أحكي في إطار توصيف ليش نتنياهو راح لها القانون باختصار دكتور باختصار أولاً هذا القانون لم يكن من الممكن أن يتم لو لا الضوء الأخضر الأمريكي والقرار الأمريكي لأنه منذ عام 2013 للآن هذا القانون مطروح للنقاش بالكنيسة والإدارة الأمريكية السابقة كانت تعارض بشدة ولذلك هذا القانون جاء ليمرر واقعياً وعملياً المشروع الأمريكي نعم هذه النقطة الأولى نقطة التالية هذا المشروع أو هذا القانون الحقيقة أسقط ثلاثة خيارات أولاً أسقط خيار حل الدولتين لأنه هو فقط أعطى الحق لحق تقرير المصير لليهود فقط أسقط حل الدولتين وأسقط حقوق المساواة للفلسطينيين داخل الإسرائيل أسقط حل الدولة الواحدة ظل حل واحد هو دولة الأبرتحد ولذلك عندما نوصف هذا القانون بأنه قانون لدولة عنصرية دولة الميز العنصري هو التوصيف الأفضل هو التوصيف الأفضل وسابقاً عندما كنا نقول عن إسرائيل لأن دولة عنصرية ما كانش حدا قابضها الموضوع الآن إسرائيل بتقول عن حالها أنا دولة عنصرية كيف يمكن استثمار ذلك فلسطينية؟ في الحقيقة مجموعة من المسارات لمواجهة هذا الموضوع الأهم مسار هو المواجهة داخل إسرائيل هذا التعبير اللي كان أول مبارح بستين ألف متظاهر يهوداً وعرباً برأيي هذا هو التعبير الأهم والرسالة الأهم التي صدرت من إسرائيل ومن المجتمع الإسرائيلي للمجتمع الإسرائيلي وللعالم هذا فيما يتعلق على الأرض؟ هذا على الأرض وهي الرسالة الأهم وأنا أعتقد أنه من الآن وصاعداً ينبغي تعزيز وتطوير العلاقة مع معسكر السلام الإسرائيلي ومع قوى الليبرالية ومع القوى الديمقراطية التي ترى في هذا القانون هو أيضاً اعتداء على الحريات الديمقراطية واعتداء على الحريات في الجانب السياسي في الجانب السياسي أول شيء إحنا مطلوب بنا نعيد النظر بقرار الاعتراف بإسرائيل لأنه إحنا ما اعترفنا بإسرائيل هذا الحال إحنا بالاعتراف المتبادل لم تكن إسرائيل الحالية اللي عرفت نفسها دولة عنصرية اعترفنا هذا الموضوع أيضاً مطلوبة أمام المجلس المركزي غدا في إطار مشاريع القرارات وأيضاً في إطار خلينا أقول الورقة التي يعني أيضاً التقرير الذي مقدم الأمر الآخر إحنا ينبغي العودة أيضاً للجمعية العاملة الممتحدة لإحياء القرار الذي تم إلغاؤه الذي 3-3-7-9 الذي كان يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصري هذا أيضاً فيه إمكانية لعودة إحياء هذا القرار وإن كان برقم جديد في الجمعية العامة للأمم يعني دكتور في ضوء تعريف إسرائيل لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي هذا بتأكيد دولة عنصرية ولكن هذا سيساعد كثيراً باتجاه دفع الموقف الفلسطيني لسحب الاعتراف وليس تعليق الاعتراف؟ شوف هذا الموضوع بده يتناقش شو هو الصيغة الأنسب تعليق الاعتراف لغاية إسرائيل تعترف بدولة فلسطين سحب الاعتراف مقابل يعني بدنا نشوف شو الصيغة الأنسب طيب دكتور هذا النضال على الأرض ومن خلال الإجراءات الدبلوماسية وإعادة النظر في سحب الاعتراف برأيكم هل سيشكل رادع لإسرائيل لسحب هذا القانون وتراجع عنه؟ شوف هذا القانون هو صار قانون أساس بإسرائيل مثل القوانين الدستورية نعم ومثل ما هزم بالتاريخ كان فيه نظامين عنصريين تاريخ المعاسر النظام العنصري اللي بدأ بالقرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة كانت أول من أسس لنظام الميز العنصري هي الولايات المتحدة وظل اتهاد الملونين لمطلع الستينيات القرن الماضي والدولة الأخرى للميز العنصري جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا اللي أيضاً انتهت هذا بيعني أن هزيمة العنصرية ممكنة وحتمية وحتمية في أن معا نعم إذا الولايات المتحدين هزمت فيها العنصرية واتطرت إلى مراجعة والعديل دستورها وقوانينها وجنوب أفريقيا فرض عليها وانهار نظام الميز العنصري فيها الآن شو أمام إسرائيل نعم ثلاث شغلات نعم يا أما الإبادة يا أما الترانسفير هيك الآن إسرائيل هذا هو شكل نظامها السياسي يا ذهب باتجاه الأبراطيج أو لثلاثة مع بعض ولذلك هذا هو التوصيف الدقيق للدولة الفاشية يلي بيرجع بإراتولياتي يلي شخص صعود الفاشية والنازية في أوروبا بالثلاثينيات القرن الماضي شخصها بهذه الميزات للثلاثين طيب دكتور إمكانية إعادة تعريف إسرائيل في الوعي الفلسطيني من خلال الخطاب الرسمي الفلسطيني كعدو هل هذه ورد؟ هو عدو محتل بتأكيد عدو عدو محتل في خطبات كل السياسيين يا أخي أنت عم تحكي عن احتلال لا يمكن أن يكون الاحتلال صديق بأي حالة من الاحتلال لكن بعض السياسيين بيحكوا الجانب الإسرائيلي بيقولوا الجانب الآخر الطرف الآخر الجار اللي مش عارف إيش هو احتلال شو موصفته هو احتلال وهو عدو المصالحة الرئيس أبو مازن أكد أننا لن نقبل إلا بمصالحة كاملة نتابع ما تفضل بها السيد الرئيس النواية غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة وهناك من يشجع على عدم السير في المصالحة هناك من يعتبر أن القضية الآن هي قضية إنسانية فقط نحن لن نقبل إلا مصالحة كاملة كما اتفقنا في ألفين ألفين وسباطاش نعص عصر ألفين وسباطاش والتي نسعى بكل قواتنا لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد بدون ميليشيات مجددين القول بأنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة من الذي يدفع حماس أن تكون نواياها غير سليمة تجاه المصالحة؟ تشوف حماس ما بدون من يدفعها لأنه هي جزء من حركة الإخوان المسلمين وقرار حركة الإخوان المسلمين عدم التخلي عن حكم غزة هذا مش شي جديد هذا مش شي جديد والآن كان في مبادرة كان في مبادرة والأشقاء في مصر يعني الحقيقة جهود مشكورة تقدموا فيها لي خلينا نقول رزمة واحد مصالحة هدنة وتبادل مع تبادل الأسراب دكتور قبل أن تقود في هذه النقطة لكن ما تحدث عنه سيادة الرئيس في افتتاح المجلس المركزي ربما يشير أن هناك بعض أطراف إقليمية تضغط على حماس باتجاه عدم الذهاب لمصالح لا يست لا تضغط هي تسهل لحماس تسهل لحماس في فرق بين الأمرين نعم تسهل لأنه مشروع حماس هو مشروع انفصال والآن الحديث عن هدنة جديدة طب ما احنا وقعنا اتفاق هدنة سنة 2014 وما زال ساري المفاوض لليوم الحديث عن هدنة جديدة شو بيعنيه هدنة مقابل تسهلات برفع حصار فتح معبر كرم أبو سالم معبر كرم أبو سالم زيادة الصيد البحري لتسعة ميل إلى أخير طب ما كان عندنا اطمعشرة ميل أول وكانت كل المعابر مفتوحة وكان عندنا مطار وكنا عم نبني ميناء والناس رايحة جاي طب على إيش أنت بدك تبيع البضاعة أنت بدك تشتري ذات البضاعة بأكثر من مرة مشان إيش يعني الاحتلال عم يبيعنا بضاعة أكثر من مرة وكل مرة بسعر أغلى من التاني إحنا ما شايفين أنه في ضرورة الآن لا شيء اسمه اتفاق تهدئة بصراحة إحنا شايفين شيء اسمه اتفاق تهدئة هو مدخل صفقة التهدئة اللي تصب في صفقة العصر وهذه أوراق اعتماد لحماس لتكون شريكا شريكا بديلا شريكا في حل سياسي ما تكون في قطاع غزة هو مركز مركز الكيان السياسي الذي سينشأ والتقاسم الوظيفي في الضفة الغربية وهذا هو مضمون صفقة العصر الذي سبعت قضايا الحل النهائي التي أشرع لها من البداية القدس خارج الحل الملاجئين والكيان السياسي في غزة والحدود والكيان السياسي في غزة والتقاسم الوظيفي في الضفة الغربية لذلك نحن نحذر من مغبة الانزلاق في اتفاق تحت شعار معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة الوضع في غزة هو وضع سياسي بالدرجة الأساسية الحصار الجائر على غزة فرضوا الاحتلال الإسرائيلي وبمظلة أميركية وبالتالي الأميركان مش اليوم اكتشفوا هالإنسانية بلشت عندهم هذا ارتباطا أيضا سبق تقر في مشروعهم السياسي لتصوية القضية الفلسطينية وأرجو أن لا يفهم من كلامي أنه إحنا يعني مش مع رفع الحصار عن غزة تأكيد مش مع أنه إحنا يعني معالجة معالجة الأوضاع الإنسانية لكن المدخل هنا يترتب دور كبير على مسلم بدون شك لذلك أنا أقول الطريق الأقصر لرفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة هو المصالح الوطني الفلسطيني هذا هو الطريق الأقصر والأسوب والأسلم لحماس وللقضية الفلسطينية وللحفاظ عليها من أجل توحيد جهودنا في مواجهة المشروع الأميركي هذا بالتأكيد هذا من ضمن المسلمات دكتور ولكن إذا ما ضلت حماس ماضية باتجاه هذه الصفقة مقابل التسهيلات وإقامة هذا الكيان السياسي في قطاع غزة هذا لن يمر آلية عدم تمريره الفلسطينية حماس حماس ليست لا تمتلك أي صفة رسمية لتوقيع أي اتفاق مع أي طرف دولي أو طرف أكلي حماس حماس هي سلطة أمر واقع نشأت بفعل انقلاب عسكري في قطاع غزة وبالتالي أي اتفاق تديره أو توقعه حركة حماس مع إسرائيل سواء هدني أو غير عدني هو اتفاق غير قانوني وغير رسمي وهو غير شرعي وغير وطني وسيتحطم على وقع وبالتالي الإرادة الوطنية الفلسطينية وشعبنا خصوصا في قطاع غزة سيسقط هذا الاتفاق شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد مجزلان يعود بلجنة تنفيذية لمنظمات التحرير شكرا على هذه المشاركة معنا في برنامج ملف اليوم وشكر موصول إلى حضراتكم وشهدين على حسن المتابعة هذه تحيات طاقم العمل وتحياتي لكم دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة